قلعة حصينة بابها الوحيد حديد صلب وجدارها لا ينتهي أينما أشحت بناظريك أما أبراجها السبعة التي توشحت بالسواد فتطل من فوق الجدار كرؤوس الشياطين هذا ما قد تحس به إذا وقفت مكانيها هنا وهذا بالضبط ما أراده من صمم هذه الجدران أن تثير الرعب في النفوس ليس نفوس من يحاول دخولها فقط بل أن تقتل آمال من يدخلها يوما في الخروج في بودكاست فصول نسافر إلى فلادلفيا عاصمة ولاية بنسلفينيا الأمريكية إلى أحد أهم السجون المهجورة في العالم إن لم يكن أهمها كلها أول سجن إصلاحي في التاريخ صرح لم يسبق له مثيل تمناه من أسسوه رحمة للعالمين لكن ذكراه باتت اليوم أيضا مثقلة بالجرائم والكوابيس بعد قرنين على افتتاحه أدخل إلى قلب سجن الولاية الشرقية الإصلاحي Eastern State Penitentiary كيف غيرت قصة هذا المكان عالمنا وماذا تقول لنا أنقاضه عن واقع السجون اليوم أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول أفتاح Fairfax County Parkway single left lane gets you by that work zone ستلحق بالأخرى غداً وتحولوا كلمات قلتها في نفسي وأنا أقود سيارتي على الطريق السريع 95 إلى فلدلفيا الرحلة ثلاث ساعات إذا لم يعتربن ازدحام الشعر والموسيقى تسلية جيدة على الطريق وهذه القصيدة بالذات مناسبة جداً لرحلتي فقد تم نظمها في زنزانة صاغها أبو فراس الحمداني منذ أكثر من ألف سنة وما زالت قصيدته مصابي جليل والعزاء جميل من أكثر القصائد تداولاً حول تجربة السجين السجن وقتها كان مرحلة يمر بها السجين في انتظار العقاب أو في حالة أبي فراس كان الشاعر بمثابة غنيمة لجيوش الروم أملاً في فدية من ابن عمه سيف الدولة أمير حلب في القرن العاشر للميلاد العقاب قد يكون دفع غرامة أو النفي أو الإعدام السجن كان بؤرة قذرة تتفشى فيها العدوى ويمارس فيها التعذيب لم يكن بالضرورة العقاب نفسه لكن بعد ثمانمائة سنة ستتغير المسألة مع صدور كتاب كان الكتاب لقائد شرطة بريطاني يدعى جون هاورد قبع هاورد أسيراً في سجون فرنسا في منتصف القرن الثامن عشر قبل أن يبلغ الثلاثين وبعد عودته إلى بريطانيا تم تعيينه قائداً للشرطة تفاجأ هاورد بأوضاع السجون في منطقته وقرر دراسة أوضاع السجون في بريطانيا كلها وقدم هذه الدراسة في كتاب أضاف فيه اقتراحاً حول تطوير أوضاع السجون كتب هاورد أن كل سجين يستحق غرفته الخاصة ويجب أن يمنح فرصة للتأمل والتوبة الصادقة شغف هاورد بالمسألة جعله ينفق كل ميراثه العائلي على دراسته شغف قتله في النهاية أثناء زيارته لأحد السجون في أوروبا الشرقية على الجانب الآخر من العالم أفكار هاورد ستؤثر في مؤسس مدينة فلادلفيا ويليام بان واثنين من الأباء المؤسسين للولايات المتحدة الأمريكية ثلاثتهم بدأوا العمل على إنشاء أول سجن إصلاحي في العالم ها أنا دخلت إلى ردهة دائرية المبنى هنا تم تصميمه على شكل مروحة أو طاحونة في المنتصف حيث أقف برج مراقبة تتفرع منه كأسنان الطواحين عنابر السجن تصميم جديد وفريد يتيح مراقبة العنابر كلها من نقطة واحدة لكن ما يميزه فعلاً الجدران كل جدار تفوق سماكته أربعة أمتار ذلك ينطبق على الجدران بين كل زنزانة وأخرى والأبواب نفسها آمن من أنشأوا هذا السجن أن الطريقة الوحيدة للتوبة هي الصمت والهدوء التام وأن على كل مرتكب معصية أن يجلس في زنزانته في هدوء ليطالع الكتاب المقدس ولا يختلط بالنزلاء الآخرين إطلاقاً كما لا يسمح بالزيارات العائلية ساعة واحدة في اليوم سيقضيها السجين خلال مدة محكميته في شرفة خارجية نعم بكل زنزانة في التصميم الأساسي شرفة خاصة يسمح باستخدامها لساعة في النهار وثم يعود السجين إلى تأمله الزنزانة فيها أيضاً مرحاض خاص وتدفئة مركزية آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا ذلك العصر تصميم جعل هذا المبنى أكثر المباني تكلفة في أمريكا وقتها توقيت غريب لوضع هذا الاستثمار الضخم في مبنى كهذا رغم أن الولايات المتحدة لم تكن مضى على تأسيسها وقتها خمسون عاماً بعد العام 1829 المبنى ما زال قيد الإنشاء أول سجين على وشك الوصول السجين رقم واحد مزارع عمره 18 عاماً واسمه تشارلز ويليامز التهمة سرقة ساعة يد ومتعلقات أخرى صدر الحكم باستجن لعامين قاد الحراس تشارلز إلى زنزانته بعد أن غطوا رأسه كي لا يرى شيئاً سيقومون باتباع الخطوات نفسها مع كل سجين جديد وصلتهم من إدارة السجن تعليمات مشددة للزوم الصمت الحراس أنفسهم يجب عليهم ارتداء أكياس تغلف أحذيتهم كي لا يصدروا صوتاً وأن يكتموا صوت العربات بأشريطة مطاطية السبب وراء هذه الإجراءات كان نتاجاً عن إيمان ويليام بين مؤسس فلادلفيا وآخرين بأنك تستطيع أن تجد جانباً طيباً في كل إنسان وأن التأمل ودراسة الكتاب المقدس يشكلان الطريقة الأمثل لإصلاح أي خلل في النفس البشرية الإنسان كما آمن ويليام بين سيعمل على إصلاح حاله إذا توفرت البيئة المناسبة ويعود إلى معدنه الطيب فكرة تختلف تماماً عن فلسفة السجون فيما سبق والتي كانت تعتبر السجن مكاناً لفصل الأشرار عن المجتمع وحماية الناس من شرهم سيعرف هذا النظام الجديد في العالم بنظام بين ستيت للسجون لم تمر أشهر قليلة قبل أن يصبح سجن بين ستيت حدثاً عالمياً خبراء من جميع أنحاء العالم ومشاهير ذلك العصر مثل الكاتب البريطاني تشارلز ديكنز صاحب رواية قصة مدينتين يزورون السجن كان من أول الزائرين وفد من فرنسا قام بدراسة حال السجن ونسخ مخططاته ثم ملابثت مشاريع أخرى في الظهور تحاكي النظام نفسه في التصميم والفلسفة وصل عدد هذه السجون أكثر من ثلاثمائة سجن فرنسا الصين اليابان بريطانيا المكسيك وروسيا وغيرها الكثير لديهم اليوم سجون صممت على نفس الطراز ولنفس الهدف لم يشهد العالم حتى يومنا هذا سجناً صنع هذا الأثر الكبير كسجن بين ستيت انتهت أعمال البناء وآن أوان الافتتاح عام 1829 كان افتتاح السجن حدثاً كبيراً خمسة عشر ألف زائر زاروا سجن بين ستيت في سنته الأولى لكن هذا البريق لم يدم طويلاً عندما زارت شارلز ديكنز السجن كتب أن العزل التام أو ما نعرفه اليوم بالسجن الانفرادي ما هو إلا نوع قاس من التعذيب النزلاء النزلاء يعانون من الطرابات النفسية التوتر والقلق في بعض الحالات والهلوسة في حالات أخرى الانعزال الانعزال لم يثبت فقط أنه غير قادر على إصلاح حال المساجين ونفسيتهم بل أنه دوامة قد تصل بهم إلى الجنون بعد أقل من عامين كان لابد من استماحي للسجناء بكسر العزلة استمر نظام العزل التام في التداعي بشكل أو بآخر حتى ألغته إدارة بينستيت تماما بعد مئة عام لكن هذا لم يؤثر على سمعة بينستيت وأهدافه الإصلاحية واستمر نسخ هذا النموذج في دول العالم بعد فك العزلة كان على السجن إعادة إنتاج نفسه لكنه اصطدم بالواقع ليس مستغربا أنك عندما تفتح المجال لحركة السجناء ستبدأ محاولات الهرب أول محاولة للهرب كانت بعد ثلاث سنوات من افتتاح السجن رسميا السجين رقم 94 ويليام هاملتون عمل كنادل لمدير السجن وانتهز ويليام هذه الفرصة الثمينة واختار التوقيت المناسب سرق مفارش وأغطية سرير المدير وصنع منها حبلا تسلق به الجدار تم القبض عليه بعد بضعة أيام وإسناد المهام من نفسها إليه مرة أخرى فأعاد الهرب بنفس الطريقة ولم تكن محاولته الثانية أكثر نجاحا من الأولى بعدها بتسعين عاما سينجح خمسة سجناء بصنع سلم بدائي ويهربون بنفس طريقة ويليام هاملتون أربعة منهم سيتم القبض عليهم بعدها إلا واحدا ليو كالهان أول سجين ينجح في الفرار من بينستيت ولم يتم العثور عليه أو معرفة مصيره إلى اليوم لكن أشهر المحاولات وأكثرها دراماتيكية والتي استخدمت كحبكة في كثير من الأفلام مثل فيلم شاوشانك ريدمشن حصلت عام 1945 باستخدام ملعقة أنا الآن في الزنزانة 68 أنظر إلى باب النفق الذي وجده المنقبون أقام في هذه الزنزانة اللص المغمور كلارنس كلادينست الذي كان موهوبا في أعمال البناء والتصليح قبلها بعام ينجح كلارنس في إقناع إدارة السجن بنقله إلى الزنزانة رقم 68 والتي كانت تحتاج لإصلاحات بحجة ترميمها ثم يبدأ في حفر نفق تحت الأرض باستخدام ملعقة طعام بينما كان يقوم بذلك كان زميله في الزنزانة على السطح يهم بصنع لعبة خشبية بحجم كلارنس ويضعها تحت الفراش حتى يطمئن الحراس إلى أن كلارنس نائم في الزنزانة ثم يعود كلارنس ليغطي باب النفق بمواد البناء السجنان يتخلصان من التراب الزائد بإلقائه على فترات في المرحاض عملية الحفر ستستغرق ثمانية عشر شهراً يحفر خلالها كلارنس مقاسياً نقص الأكسجين ورائحة الصرف الصحي الخانقة إلى أن جاء اليوم الموعود ينزل السجناء أولهم كلارنس في حفرة عمقها أربعة أمتار قبل أن يسحفوا في نفق تحت الأرض يزيد طوله على ثلاثين متراً إنهم على وشك تنفس هواء الحرية قبل أن ينزلوا إلى النفق بعض السجناء يصروا على انتظار بعضهم الآخر يسبب ذلك مشكلة أخلت بساعة الصفر بعد أن زحفوا إلى الجهة المقابلة وبدأوا في الهرب كانت الشمس قد أشرقت واستطاع حراس السجن رؤيتهم ستة منهم تم القبض عليهم في اليوم نفسه والستة الآخرون عادوا مكبلين إلى السجن في غضون أشهر حرية كلارنس مهندس هذه العملية المعقدة لم تدم إلا ساعتين ثمانية عشر شهراً من العمل الشاقي تحت الأرض لم تشفع له كان من المفترض أن يخرج واقفاً لا زاحفاً من باب السجن بطريقة قانونية بعد أقل من عام لكن السلطات أضافت وأضافت خمسة عشر عاماً على مدة محكوميته وأنا أنظر الآن إلى هذه الحفرة المتقنة في الجدار لا أستطيع أن أتخيل كيف تم حفر هذا النفق بملعقة طعام طوال قرن ونصف لم ينجح أحد في الهروب من سجن بانستيت سوى ليو كالهان الاستضام بالواقع بين بين بينستيت وأهدافه الإصلاحية تمثلت أيضاً في الفساد بعد خمس سنوات من افتتاح السجن انتشر التقارير حول الضرب والتعذيب السجين الذي لا يعمل أو يخالف قواعد الصمت كان يتم ربطه في أوضاع قاسية بالحبال وتعريضه للضرب والإهانة أحد السجناء مات خنقاً بسبب هذه الحبال الفساد استمر أيضاً رغم تحسن أوضاع السجناء نسبياً مع مرور الزمن العام 1929 نزيل جديد يدخل المبنى لكنه ليس نزيلاً عادياً إنه زعيم مافيا شيكاغو الذي سيذكره التاريخ كواحد من أهم المجرمين في أمريكا آل كابون المعروف أيضاً بلقبه سكارفيس حكم عليه بالسجن لعام في بينستيت آل كابون فاحش الثراء وهو معتاد على استغلال نفوذه وماله عندما وصل بينستيت لم يجد زنزانة في انتظاره وإنما غرفة في فندق أقف أمام غرفة آل كابون في العنب الرقم ثمانية الغرفة تم تجهيزها لتطابق التقارير الصحفية حول زنزانة آل كابون جدرانها مطلية بطلاء فاخر ويتصدرها سرير تم تجهيزه بعناية طاولة خاصة على اليمين تعلوها الأزهار يقابلها مكتب لآل كابون مع كتبه المفضلة على اليسار وبينما يستمع آل كابون إلى موسيقى البالس عبر مذياع خاص في الغرفة يمكنه أن يتأمل لوحات زيتية على الجدران الثلاثة أمامه غرفة لا علاقة لها بباقي غرف السجن بعد أكثر من قرن على افتتاح بين ستيت وبعد أن تبين أن نهجه الإصلاحي لم يؤتي ثماره كان لابد من التغيير بدأ التركيز على صحة السجناء يأخذ حيزا مهما في السجن وأقيم جناح متخصص يحوي آخر ما توصلت إليه تكنولوجيا ذلك العصر من أجهزة للأشعة وغرفة عمليات عملية جراحة قلب مفتوح تمت بنجاح في أروقة هذا السجن الصحة النفسية أيضا ظهرت بوضوح في نشاطات السجناء الرياضية والفنية لم يكن الوضع مثاليا بالطبع السجن يبقى سجنا واستمرت أخبار عن أعمال العنف بالوصول مثل محاولة بعض السجناء الهرب بالقوة عام واحد وستين في القرن الماضي فكان رد حراس السجن عنيفا وتلطقت الجدران بالدماء لكن لحسن الحظ ورغم وقوع إصابات جسيمة لم يمت أحد هذا الإصرار على عدم التخلي عن الأهداف الإصلاحية للسجن جعل سمعة بينستيت جيدة وكان السجناء يفضلون أن يقضوا محكميتهم فيه على عكس السجون سيئة السمعة مثل سجن سينغ سينغ في نيويورك وإي دي أكس في كولورادو هذه السمعة وهذا الإصرار على تجديد أساليب التعامل مع السجناء لم يكن كافيا تم إغلاق السجن نهائيا عام ألف وتسعمائة وواحد وسبعين بعد أن استمر في العمل لمائة وخمسين عاما ها أنا على وشك إنهاء جولتي في عنابر السجن يقابلني معرض فريد يطرح المعرض علي سؤالاً فور أن أدخله هذر تكبت أي جريمة في يوم من الأيام يمكنك أن تختار أن تذهب إلى اليمين أو اليسار إذا أجبت بنعم واخترت أن تذهب يساراً ستجد أوراقاً وأقلاماً وشهادات من زوار بالسجن بعد إغلاقه يذكرون في هذه الشهادات جرائم ارتكبوها ولم يكتشفها أحد أو يتم محاسبتهم عليها الرسالة هنا أن أحداً ليس معصوماً من الخطأ الكثير من الجرائم لا يتم محاسبتها اليوم وأن عوامل كثيرة قد تؤدي بالزائر العادي إلى حكم بالسجن يثير هذا في داخل الآن الكثير من الأسئلة أخرج بها إلى باحة السجن لأجد معرضاً بديعاً آخر نصب من حديد على شكل سلم الدرج يوضح الازدياد الهائل في أعداد السجون والمساجين في أمريكا اليوم لتتربع الولايات المتحدة على أكبر عدد للسجناء في العالم وبحسب الإحصاءات فإن ذلك لا علاقة له بخفض أو زيادة في أعداد الجرائم وثم يعرض النصب الفرق الكبير بين المساجين على أساس العرق الرسالة هنا واضحة بينستيت فشل في تحقيق أهدافه ونظام السجون الذي نعمل به اليوم لا يحقق أهدافه أيضاً أعود إلى سيارتي وأسير بها على طريق العودة 95 مشاعري تميل إلى الخوف من هول هذا الصرح الضخم وقصته والأسئلة أكثر من الإجابات قصة بينستيت لم تنتهي بعد كان يمكن أن يتحول هذا المكان إلى خراب صرح منسي فشل في تحقيق أهدافه لكن القائمين عليه حولوه إلى مكان لا يدعي أنه يقدم الإجابة حول مشكلة الجريمة والعقاب بل يطرح الأسئلة الأهم حول واقعها وتحديتها وفي هذا فإن بينستيت قد نجح نجاحاً كبيراً أنا أحمد الضامن وهذا بودكاست فصول مع النروي فصول الحكاية استمعوا لنا على تطبيقات أبل و جوجل و سبوتيفاي و ساوند كلاود شكراً لنا على تطبيقات أبل و جوجل ترجمة نانسي قنقر